بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله وقاتكم الشديدين الكرام بالخير والأمر وعافية ورحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالقلم الأحمر حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات جديدة ناكشنا فيها الأسبوع الماضي الذكرى الثامنة والثلاثون لتأسيس حزب المعتبر الشعبي العام اليمني وتحدثنا بأنه بأننا عقب الذكرى الثامنة والثلاثين وقفنا على بعض رلد الأفعال في الذكرى الثامنة والثلاثين الداخلية أو المختلطة حول الميثاك الوطني أو حول خصائص المعتبر الشعبي حلال البعض التحدث بأن المعتبر الشعبي العام حزب لا يمتلك إدولوجيا فحلال البعض الدخول مما يبدو لهم ثغرة وبينما فواكع المؤتمر الشعب العام لا يمتلك حزب غير مؤدلج ويمتلك رؤية فكرية ويمتلك تصوراته ويمتلك إطار فكري فلسفي يقرأ من خلاله ذاته وتاريخه وهويته والقيم الحاكمة العمل السياسي وعمل التنموي وعمل مشكلا بالميثاك الوطن العام يعني هناك مبادئ تحكم تصرفاته كمرجعية وكمحددات السلوك السياسي هذا الكلام يعني بأن هناك تصور لأن هناك من يحلل البعض بأن يتحدث بأن الميثاك ورقة عادية للأمان وبأنها عبارة عن تصورات مكتزئة وليست بنية وليست منهجية وهذا لينافي الواقع تماما عندما نتحدث يعني الحلقة الماضية وهذه الحلقة والقادمة نتحدث عن بنية الميثاك الوطني كرؤية وطنية كرؤية فكرية وهذا يعني بأن هناك عقل ودماغ ومخ لهذا الحزب يفلسف من خلالها سياساته وواقعه يقرأ تاريخه يعكس لهويته وخصائصه كحزب شعبي يحمل هوية الشعب ويحمل تاريخ الشعب هذا شيء لا يعني ايدلوجيا ولكن أيضا يعني أن هناك بصيرة هناك رؤية لكن من حلل البعض حتى من داخل صفر المتمر بأنه حزب غير سمو أدلج لا ليس لهذه الدرجة أبدا ولا يمكن أن يقلل حزب بأنه يخلو من الفكر أبدا أي حزب يخلو من الفكر فمعنى ذلك أنه عصابة لا هناك حزب وهناك فكر والفكر هذا متطبق يعني هؤلاء هدف الحلقة الماضية وهذه الحلقة أيضا بأنه هناك من يقول بأنه خصوصا من التقولات والتخارصات والحرب النفسية التي يديرها بعض المواقع الإخوانية والعوثية ومن في قلوبهم المرض على المؤتمر الشعبي العام بأن وثيقة المؤتمر الشعبي وثيقة في الأرشيف أو لا لن تكون كانت تعمل تعمل بلا عودة كانت تعمل كمرجع أساسي شكل الفريق الذي ساغل المؤتمر الشعبي العام الذي ساغل الميثاك الوطني هذه القيام التي كتبت في ظل الحكائق الخمسة الذي ذاكشنا الأسبوع الماضي موضوعها وهذا الأسبوع سنواصل مناقشة الحكائق الخمسة التي هي الثوابت الراسخة في قراءة الهوية والتاريخ والعقيدة اليمنية التي بموجبها السياغ الميثاك الوطني من وفق هذه الخمسة الحكائق الخمسة الأبواب له كانت هي المرجعية هذه هي الرؤية لم تكن هذه المبادئ هي كانت الحاكمة بالتلقائية لطبيعة العمل السياسي بقيادة الزعيم الشهيدة عبد الله صالح وكافة قيادات المؤتمر الشعبي العام القيادات الرجالات الحزب الكبيرة رجالات الفكر والتجربة والنظرة والرؤية والحكم النخبة الحاكمة في هذا الحزب وهناك نخبة ثقافية تحمل الميثاق وهناك جماهير ومن النقطة الهامة جدا الذي بأن المؤتمر الشعبي عام ليس 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 حزب تلقيني يعني ليس عندما نتحدث بأنه الحزب ليس ايدلوجي لا نعني بأنه حزب لا يمتلك فكر بل نمتلك بأنه حزب لا يعمل على تلقين وحق عناصره بايدلوجيا معينة ولا يمتلك ولا يمتلك ايدلوجيا عدائية لأي طرف هو يعادي ممارسات معينة كالتطرف كالكهنوتية كالتعصب كالعمالة للخارج ولكنه لا يوجه على غرار الحزب الاشتراكية واليسارية وأن هناك حشو أو كما يفعل الحوثي حالينا والإخوان ساركت أطفال ساركت عقول غسل أدمغة لا هو يمتلك هذا الميثاق ويعمل على نشر قيمه بخطاب شعبي جماهيري صرف لا يحقن عناصره بالحوس السياسي الذي يرى العرف عليه في عصر ما بعد القرن العشرين نحن والآخرون نحن السلام والآخرون حرب لا يجد هذا بالعكس هناك نوع من القبول الآخر وهناك مبادئ وقيمة ما فيها الشورى والتأصيل الحقيقة الأولى وهذا ما تأجده الخمسة الحقيقة يعني فهناك لغة كبيرة وهناك ثغرة يحاول يدخل فيها المتلاعبون بالكلام لهذا الميثاق الوطني عندما تكرأه هو يعني ينسف التحرصات وقولاته الأخوان المسلمين وحسن البناء وغيرهم الذين حاربوا الوطنية وحاربوا القومية وحاربوا الاستقلال وحاربوا السيادة وحاربوا العروبة تحت أفكار إسلام مجرد من كل قيم ثابتة للشعوب والدول ونسف الدولة ونسف الشعوب ونسف الهويات ونسف كل شيء في دين ليس له سابقة إلا دين أرادت أن تزرعه بريطانيا في قلوبنا وكذلك الحوثة يعني هذا الميثاق ينسف ملازم المدعو الحوثي نسف كامل لأن هذا الميثاق ميثاق جامع يقوم على ثقافة مرتبطة ومتجدرة من هوية الإنسان اليمني من تاريخه ومن القيم ومن العقيدة الإسلامية وبالتالي لا يجد في الميثاق الوطني سني وشيعي لا يجد في الميثاق الوطني خليفة وأنبياء وسبو لا يجد الميثاق الوطني لأبواب كاملة في الشريعة الإسلامية لكن نتحدث عن الإسلام في الحلقة الماضية نواصل إلى ناقشة هذه الحكائق الخمس التي تشاهدونها في هذه الصورة التي أمج بها أن انطلق الأبواب الخمسة للمؤتمر الشابية وانطلق فكر علي عبد الله الصالح وفكر القيادات والحكومات سواء كانت هذه القيادات والحكومات في نظرتك لها أخطاب خاطئة أو لها تجارب نقاصرة لها حتى فساد أو جزئية من الفساد كل هذه الأشياء جزئية لكن هذا الحكائق هي حاكمة لنا وهي التي جعلت الاتفاف الشعب بصورة معينة لن نجد يوم من الأيام مثلاً المؤتمر الشعبي العام يساوم بالقضية الفلسطينية لن نجد يوم من الأيام المؤتمر الشعبي يخرج عن موقف عربي لن نجد يوم من الأيام المؤتمر الشعبي يصدر بيان ذو رائحة شيعية أو سنية أو يمارس أي نشاط سياسي في ظل الأشياء التفرقية كافة مبادئ الميثاق الوطني العام مترجمة في السياسة العامة للمؤتمر الشعبي العام بصورة تلكائية بصورة تعكس ثكافة النخبة الحاكمة لهذا الحزب أنا لا أريد أن أذهب إلى بعض الناس يستهتر بالمؤتمرين لا نتحدث مع صياد أو مع فلاح عن الميثاق الوطني ليس عمله لا الفلاح الألماني يفهم فقه الحزب الديمقراطي الألماني ولا الفلاح اليمني يفهم ميثاق الوطني اليمني وهكذا هي ثكافة الشعوب لكن المواطن الطبيعي أو البسيط يفهم من يحب يفهم من يقنعه يجتم رائحة الوسطية والاعتدال في الأحزاب السياسية لا ينبغي له لا يشترط المواطن العادي أن يكون فيلسوف حتى يدرك أين الفكر من عدم الفكر وبالتالي حزب المؤتمر ليس حزب تلقيني الحقيقة الأولى تحدثنا فيها أنه تحدث فيها الحقيقة الأولى في المؤتمر الشعب العام أنه شعبنا كيف صنع حضارته القديمة ومجاده القديمة من خلال الاستقرار وسلام وأمن وأن هذا السلام والأمن والاستقرار جاءوا في ظل وحدة الوحدة والإنسان والحكم وأن هذا وحدة الأرض والإنسان والحكم لم تأتي إلا في ظل الشورى والمشاركة الشعبية واعتبرنا بأن الشورى أو الديمقراطية والنظام الديمقراطي والمشاركة الشعبية أساس من أسس تحقيق الرؤية المؤتمر لتحقيق أي مجد لهذه الأمة كقراءة تاريخية الحقيقة الثانية سنقف عليها في هذه الحلقة هي أنه كل الأحداث الدامية عبر تاريخ اليمن الطويل وأنا نتأكيد بأن المؤتمر الشعبي العامة والمثاقة الوطنية كراءة تاريخية ليس إيدلوجيا ولكن قراءة تاريخية معمكة وبدرة حقيقية صالحة للفلسفة للتوسع للمذلك هي رؤية إن كل الأحداث الدامية عبر تاريخ اليمن الطويل قد زعزعت كل شيء في حياة الإنسان اليمني إلا إيمانه بالله وتمسكه بالعقيدة الإسلامية مرجعية التاريخ في قراءة خصوصية الإيمان المواطن اليمني أو هوية اليمني هوية اليمني عبر التاريخ مرتبطة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى أو بالإيمان بالإسلام والإسلام هنا عندما يتحدث عن تاريخ اليمن الطويل يعود إلى ما قبل الإسلام والإسلام لا يعني فقط دين الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لا يعني الإسلام دين الله سبحانه وتعالى في أرضه في تاريخه في زمانه يعني عندما قالت الملكة بالقيس اليوم أسلمت وعندما قالت للبي سليمان أسلمت وأسلمت لا أدخل نصر الآية ولكن هنا قالت أنه أسلمت وكان الإسلام دينا الإسلام هو العنوان الأساسي وأن الدين عند الله الإسلام هو عنوان كل الأنبياء أو رسائل كل الأنبياء هي إسلام الإنسان لربه وتسليم إرادته لإرادة الله سبحانه وتعالى أو لقدره والأحكام بهذه الفلسفة فحتى في العصور ما قبل الإسلام وما قبل العربية وما قبل اللغة مقصودة وما قبل العربية ما قبل اللغة العربية كان هوية الإنسان اليمني مرتبطة بالقوى الخافية التي تحكم الحياة يعني الإنسانة والحضارة اليمنية الوحيدة هي الحضارة التي لم تسجد لصنم ولا لوثن ولا لحجر ولا لفراغ أو لوهم يعني كان الإنسان منذ اللحظة الأولى لم نعرف الإنسان اليمني إلا يعبد الله ومن قبلها في جاهلية عبادة الشمس لم تكن كبقية الحضارات جاهلية عبادة الأصنام أو الأبقار أو الفئران أو الخزعبلات لا الإنسان اليمني مربوط مع عقيدة سامية وترتبط دائما بالقوى خافية فكل الأحداث الدامية على التاريخ اليمني الطويل قد زعزعت كل شبهة الإنسان إلا إيمان وتمسك بالعاكد الإسلامي ببعض فيها الإسلام مؤخرا آخر ألفين عاما آخر ألف وخمسمائة سنة في التاريخ اليمني أعتنق الإسلام اليمن سلما وسلاما وتسليما وكادلت الدين الحق ونهاية الأديان كلها ولم يتلاعب يعني جاء الغزو الفارسي وجاء الغزو الحبشي ولم يتغيروا يعني لم نعتنق مسيحية الأحبوش ولم نعتنق ماجوسية الفرس وظلينا كما كنا بديانة موسى عليه السلام نعتنق اليهودية حتى جاءت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد واعتنقنا الإسلام إذن هوية الإنسان إذن الإسلام مكون أساسي إذن الإسلام وليس العصبية وليس التلعبة الكهنوت اللي تلاعب بها الأخوان المسلمين أو الحزب الإصلاح الكهنوتي أو حركة ميليشية الأخوان الحوثية الخمينية هؤلاء اللي جاءوا بإسلام نعراوي فتنوي لا يمس القرآن بشيء ويسخر القرآن لأطناعه ومتاجرين بأيث الله سبحانه وتعالى ليس تكثيرا ولكن هذه حركات تاريخها أسود سواء حركة الحوثي القمينية أو حركة الحزب الإصلاح حركات مستهلكة نحن في اليمن نستهلك شيء مستهلك شيء يسخر الدين لتجارة سياسية لكن المؤتمر الشعبي العامي يؤمن بأن الإنسان اليمني يمتمسك بعقيدته وبالتالي هو في في تاريخ اليمن الطويل والعقيد الإسلامية تعني الإسلام في كل النواح يعني سنحاول في هذه الحلقات أن نبدأ أن نضع حلقات في القلم الأحمر حلقات ميثاقية ونقارنها بملازم العميل الإيراني ونجسد لكم فرق الكلمة الجامعة والكلمة الطيبة وبين الكلمة الفارغ والكلمة الخبيثة الخطاب المشحون بالكراهية وبعبادة النفس يعني الرجل يدعو إلى عبادة سلالته وبين ميثاق يتحدث على أنتم شعب مؤمنين أنتم أصلاً نحن شعب مؤمن في تلكائيتنا وفي طبيعتنا لا يمكن أن يكون هذا خطاب شيطاني الخطاب الشيطاني هو من يدعي الأكاذب والطبليل للناس الآن نقف على الحقيقة الثالثة من الحقائق الخمسة المؤتمر الشعبي العام والتي بموجبها تشكلت الأبواب الخمسة والحقيقة الثالثة تتحدث عن كلمة دائماً ما يكتزئها الذين يسوقون المؤتمر الشعبي أو الميثاق الوطني عفوا الحقيقة الثالثة نص في المؤتمر الشعبي العام في الميثاق الوطني تنص على أن التعصب الأعمى لا يثمر إلا الشر وأن محاولة أي فئة متعصبة للقضاء على الآخرين أو إخضاعهم بالقوة قد فشلت عبر التاريخ كله وأن الاستقرار الجزئي أو الشامل لليمن في ظل حكم يتسلط بالقوة ويتسلط بالدجل والخديعة لا يدوم طويلاً وغالباً ما ينتهي بكارثة بعد أن كان نفسه كارثة على الشعب وأن الحوار الواعي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق حياة أفضل الجن إذن نحن أمام التعصب هذا حزب الوسطية والاعتدال يعني خطاب علي عبد الله صالح وخطابات المؤتمر الشعب الأنفي كافة المحافظات وخطاب عارف الزوكا وخطاب قيادات المؤتمر وخطاب أبو راس حالياً وخطاب نائب السفير أحمد علي عبد الله صالح وخطاب سلطة البركاني وخطاب كافة القادة وكلها خطابات تواجه الميليشيا الحوثي وواجهة الإصلاح وواجهة لم تجد في مفرداتهم كلمة فيها تعصب أعمى أو نعرة فأوية وبالتالي هناك ثقافة الذي تحدث على أن المثاك لا يعمل به هو أنت لا تعرف ما هو المثاك أصلاً أنت لم تدرك ما هو المثاك أنت تتفلسف لأنك لا معتاد على حزب وعلى جماعات تتحدث فيها وملازمها تتحدث فيها وخطابات البنة على أي جريمة يريدون أن يقومون بها يأتون بتفسيراتهم لنصوص الله في سلاق مصالح الدنياوية هذا ليس الكلام من تمر الشامع العام فيتحدث بأن التعصب الأعمى لا يولد إلى الشر وبالفعل لا يولد إلى الشر وأن محاولة أي فئة متعصبة للقضاء على الآخرين وهنا يقصد التجارب بصورة عامة هذا الكلام كذب في عام 1982 أو اخضاعهم قد فشلت إذن يرى فلسفة المؤتمر الشعبي العام وهنا القناعة يعني الالتزام بالديمقراطية وعدم القامة وعدم القاهرة في سياسة المؤتمر الشعبي العام ليست نابعة بمنحة أو بكبح للنفس لا نابعة من قناعة من قراءة بأن كل التجارب التي مرت عبر تاريخ اليمن لأي فئة حاولت أن تسيطر على اليمن بالقوة واخضاع الشعب اليمني بالقوة أو تسليط القوة كما يقالوا بتسليط الدجل والخديعة والكهنوتية لا يدوم طويلاً وغالباً ما ينتهي بكهرة إذن هذا الحزب لديه رؤية بأنه استخدام القوة ما يقوم فيه ميليشيات الإيران حالياً الحوثية هو ينظر وحتى قراءة الأزمة الحالية ينظر من هذا الشيء رجل انتحر إيش علاقتي يعني علي عبدالل صالح من اللحظة الأولى يدعو وهو يعلم تماماً بأنها مؤامرة أمريكية سهيونية على البلاد بالربيع الأسود يقول ندعو إلى الحوار ويتحكم بالقرآن وهذه العقيدة وهنا هي أساس المثاق الوطني ليس هذا كل كلام الوطني المثاق الوطني كان موجود في تصرفات الحزب المتمر الشعب الأم ولا زال موجود حتى هذه اللحظة والحوار الوطني هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق حياة أفضل للجميع يعني وإن الحوار الوطني إذن لا يمكن أن نحكم بالانفئة بالكضاء على آخرين بيخضعهم بالقوة ولا بالديل أو بالكهنوتية ولا بالخديعة ولا بالتسليط بالقوة يعني عبدالصالح لم يكن متمسك سلم الجيش سلم السلطة سلم يظل متمسك في ظل حدود التنافس السياسي ولكن عندما شاهد الدم أو شاهد كذا سلم وهناك خلاف حول هل كان بسلم لا ولكن هذه فلسفة هذه فلسفة المثاق الوطني فهو ينظر بأنه نفذ التعصب والطفائي والطائفية والمذهبية والكهنوتية أي الوسطية والاعتدال هذه الوسطية والاعتدال يعني وسطية المؤتمر الشعبي العام واعتداله ليست عنوان كما يعتقد البعض يلقيط لي من المثاق الوطني لا هي نابعة من هذا من حقائق ومبادئ ينظر فيها المؤتمر والمؤتمرين للحياة يعني الحزب يبحث عن فكر حتى ينظر من خلاله للحياة الفكر هو بصيرة الحزب فلا يقول لي واحد أنه عندما نقول بأن الحزب المؤتمر غير بؤدلج يعني غير منتمي لتيار معين لا يحقن عناصره بأفكار معينة يستقبل الجميع لا يمتلك رؤية سياسية ذات اتجاه الحزب المؤتمر الشعبي لا يسعى كباكي الأحزاب إلى السلطة كأساس يعني تصرفاته بعيدة هو حزب كان وفق المثاق الوطني كائم على البناء والحضارة وعلى أعادة مجد الإيمانين وعلى بناء آلية حكم السليم لم يقم كما باكية الأحزاب أو كما يعرف الأكاديميين الحزب السياسي بأنه فيماعة سياسية لديها تصورات أو وفايدلوجيا في اتجاه سبيل لحصول السلطة لا حزب المؤتمر لنسى حتى الوصول إلى السلطة جزء من أبعاده التفكري إذن رفض الكهنوتية والديل والخداع ورفض فكرة الكسر والقمع والكهر هذا كله نابع من الحقيقة الثالثة في المؤتمر الشعبي الحقيقة كلمة أقوى بكثير جدا من كلمة أبواب لأنها هدأ حقيقة وكما ذكرنا في الحقيقة الماضية بأن الحقيقة هي الشيء الثابت الذي لا يتغير لا شكلا ولا مضمونا وهي استخلاص هنا وهنا النظرية الحقيقة هي أعلى من النظرية في الواقع يعني الحق النموس والحقيقة بنص الدركة ثم تأتي النظرية ثم تأتي الفرضية ثم تأتي الاحتمالات ثم تأتي التصورات حتى وجهة الرأي ووجهة النظر وما إلى ذلك فالحقيقة في مرتبة عالية من الثبات والصموغة وهو من خلالها إذن هذا شيء مسلمات ثابتة دائمة راسخة تحكم أفكارنا وتحكم توجهاتنا انتهت حلقتي ووقتي لهذه الحلقة الحلقة الكادمة سنناقش الحقيقتين الحقيقة الرابعة والخامسة في ضوء قراءة بدرة ميثاك الوطنيين الشعب العام والرد على المتخرصين والمتقولين بأن المؤتمر الشعب العام لا يمتلك فكر المؤتمر الشعب العام لا يمتلك أي لوجيا غير مؤدلت أما الفكر فهو يمتلك الحكمة والرؤية والتصور انتهت حلقته لهذا اليوم الرحمة والرحمة والكلود لزعم عبد الله صالح تحية الجمهورية المنية وإلى حلقة قادمة إذن الله اشتركوا في القناة